عاملين ايه وحشتوني كتير واحلى سلام لاحلى متبين والنهاردة معانا دراما تايلندية بعنوان العروس الساجينة دراما ممتعة انتقام اكبر على الزواج حلوة اوي هتستمتعوا كتير بمشاهدتها وهي موجودة على جوجل على اكتر من موقع بس قبل ما نبدأ احداث الدراما تعالوا نتعرف على ابطالنا البطل هي انجان فتاة غنية جدا ومحبوبة وكانت بتدرس برا ولسه راجع لتايلند لكن هتسمع خبر وحش جدا هنعرفه في احداث الدراما اما بطلنا اسمه سايج انه هو غني جدا وبيملك مزرعة كبيرة لكن المشكلة انه هو بيقره البطلة جدا وبيحقد عليها وعايز زمار حياتها وده اللي هنعرفه لما ندخل في احداث الدراما وحنبدأ الدراما ان انجان هترجع من الخارج وحتعرف من عامتها ان ابوها مات وعليه ديون كتير وفي رجل اعمال كبير هيعرض عليها انه هو يلغي كله ديون مقابل ان هي تتجوزه وهيطلب رأيها لكن عامتها قبل ما ترده هتقوله ان ده عرض جميل جدا لكن انجان هتعترض وحتكون غضبانة وحتقوله مستحيل ان انا اتجوز حد عشان خاطر بس تألغي ديون وحتمشي وحتقوله انا هتلاقي طريقة تانية اني اسدد بها ديون والدي هو هيغضب جدا من كلامها وطريقتها وان هي ثابته ومشيت وطبعا هيقول لها ان انت تبعا هتخسري كل حاجة هتخسري اسرك وكل حاجة بتملوكيها لكن هي مش هتسأل فيه هتسيبه وتمشي وعمتها هتتدايق جدا من اللي هي عملته وطبعا عامتها هتقوله ما تقلقش انا هحاول اقنعها وتاني يوم عامتها هتجزب عليها وتاخدها الفندق وحتقول لها ان فيه واحد صديق والدها حيساعدهم ان هم يسددوا ديون وحتى اقام لها عصير واول ما تشرب العصير هتفقد الوعي وحتاخدها في غرفة في الفندق وحتلبسها في استان عروسة وحتدي مفتاح اول ما يقرب عليها هي حترجع لوعيها مرة تانية وحتتفاجئ بوجوده وحتمسكه وتضربه وحتتعامل معاه بطريقة مش كويسة هو طبعا هيتفاجئ بطريقتها وحيكون غضبان جدا لكن هي حتضربه وحتهرب منه وهو هيؤمن الرجال ان هم يجروا وراها وعمتها هتبدل تجري وراها لكن فجأة هتقع في الارض وحتجع عربية مسرعة وحتقف قدامها وحيكون مين هيكون سي جوني اللي هو البطل بتاعنا وهيتفاجئ اول ما يشوف وحيبان علي ان هو كان يعرفها من زمان لكن انجين هتبصل عمتها وهتقول لها انا قلتلك ان انا مش هتجوز حد غصبا عني لازم اللي تجوز ده اكون بحبه لكن عمتها هتقول لها الاختيار ده مش اختيارك احنا مجبرين انش تتجوزيه عشان ديون والدك وسي جون هيبصلها وحيقول لها انت ليه عايزة تجوزيه حد هي مش عايزة انت ليه بتعمليه معاها كده لكن رجل الاعمال هيرد عليه وحيقوله دي حاجة ما تخصكش ما تدخلش في حاجة ما لكش فيها وحيقول رجاله ان هم يروحوا ياخدوها لكن حيها هتروح ايلا ان هو حبيبها طبعا محدش هيكون مصدقها وطبعا هي عشان هم يصدقوها هتروح مسكة بطلنا وتجيله حتة سكر وحتطلب منه ان هو يساعدها وهو هياخدها ويشيلها في العربية اما رجل الاعمال هيطلب من رجاله ان هم يروحوا يجيبوها ويدربوه لكن طبعا على مين بطلنا هيمسكهم كلهم ويدربهم وما حدش هيقدر ياخدها منه وهنا هو هيقول لعمتها انت لازم تتصرفي لازم ترجعها لي باي طريقة لو ما رجعتيهاش انا هتصرف في ديون كلها اعتبر نفسك مفلسة وسيجون هنا هياخد انجان وحيوديها مع المزرعة وهيبص له وهي فقدة الواحد وحيقول لها تقابلنا وره تانية وهنرجع بالزمن عشان نعرفه هم اتعرفه هم الاتنين ازاي هتكون انجان قبل ما ترجع لتانية هتكون موجودة في مكان زي المزرعة وهتعمل حدثة وهتقابل بطلنا لان هو اللي هيشوفها وهو اللي هيعتني بيها لان هي في الحدثة دي هتفقد بصرها وهيطبعا هو شوية شوية هو بيعتني بيها هيحس ان هو واقع في حبها وهيحس كمان ان هي واقعت في حبه وهيقدم مع بعض وقت لطيف جدا وهي هتروح عشان خاطر تعمل العملية وهو هيكون مقرر ان هي لما ترجع يتقدم لها ويتجوزها بعد ما ترجع حيروح لها عشان يتقدم لها لكن حيلاقيها وقفة مع صديقها وبتقول له ان هي ما بتحبهوش ومش عايزة تشوفه مرة تانية ودي الكلام ده حيدايقه جدا وحيقر ان هو ينتقم منها ومن ساعته هو بيكرهها جدا ومش طيقها ومش طيق سرتها لكن هي طبعا ما تعرفش ان هو سي جون ده هو الشخص اللي انقذها ومن الوقت ده هو هيكون بيعايز ينتقم منها وطبعا الصدفة الجميلة دي حترجعنا بالاحداث الجديدة ان هو حينفز انت قاموا ليها واول ما حتصحى من فقدان وعيها حتقول له ايه ده هو انا فين هيقول لها اخيرا صحتي حتقول له انت صوتك مألوف بالنزدالي هو انا تقابلت معاك قبل كده هيقول لها لأ يمكن شفتيني على التلفزيون ولا حاجة اصلا رجل اعمال معروف وهنا هيقول لها نعايز اعرف حاجة انت ليه سبت عريسك انت طبعا مش هو مش عاجبك ولا انت عايزة حد اغنى منه لكن هي هتسمع الكلام منه هتقول له انا مش عايزة ازعجك مرة تانية وانا بشكرك على انت عملته لي هتسيبه هتمشي هتقعد تجري وحتكون مش عارفة الطريق وهو هيروح لها وهيقول لها ايه ده هو انت لسه موجودة مطرحك هتقول له ايه ده هو انا فين هايقول لها انت موجودة في مزرعتي وعلى فكرة المزرعة دي بالليل بتبقى مخيفة جدا طبعا هتحاول تسيبه وتمشي لكن ما بتقدرش وحترجع عليه معاه المزرعة مرة تانية وسيجون هنا عشان يرعبها اكتر هيسيبها ويمشي وحيسيبها في نص الضلمة دي ويمشي ويسيبها وهنا العمال هيروحوا لجدته وحيقول لها الحقيقة جدا ده اللي حفيت بتاعك ريح جاي ببنت هنا المزرعة هتقول لهم استحالة ده عمره ما جاب بنات هنا في المزرعة مين دي تكون مين دي اللي جابها وهنا الجددة هتقوله ده اكيد بيحبها لانه طبعا مش هيجيب حد غير لما يكون مهتم لامرها وهنا هيسمحها وهي بتبعت رسالة لصديقها بتقوله انا وقع في مشكلة هنا هيجي لها فجأة ويقول لها انا عندي حل لمشكلتك هيقول لها انت قلت للناس كلها ان انا حبيبك فايه رأيك ان احنا نتجوز هتتفاجئ بكلمه حتقوله اللي انت بتقوله ده انا استحالة ان انا اتجوز واحد انا ما بحبوش هيقول لها انا راجل غني جدا ولو تجوزتيني لمدة سنة هتلغي ديونك كلها وهتعيش في امان وهنا هي هتقوله انت اسوأ من سيا انا استحالة ان انا اتجوزك هيقول لها انت فاكرة نفسي هتجوزك ليه عشان جمالك يعني لا انا بتجوزك لمجرد المصلحة انت ابن عيلة كبيرة جدا وعيلة مشهورة وارتباط اسمي باسمك هيرفع من مكانت اكتر في المجتمع وانت هنا عندك حلين يا اما تتجوزيني يا اما ارجعك تاني لسيا وتتجوزيه برضو غزبا عني وهنا هي هتتحك عليه وحتقوله ان هي موافقة عشان تجريه في الكلام بس عشان خاطر تكسب وقت وهو طبعا مش هيصدقها هيديها لبسه في اللبس ده هيخبي خاتم طبعا هي مش هتكون عارفة ان هو بيخضر لها فخة نام وهنا هي هتحاول ان هي تهرب وهو هيكلف كل عمال المزرعة ان هم يجري وراها ويقول الحرامية هي الحرامية هي طبعا كله هيتلع يجري وراه وهمسكوها وحتقوله ما انا مش حرامية انا ما سرقتش حاجة وهنا هيطلع الخاتم من جبها وطبعا هيقول خيرها وطبعا الاختيار هيكون اصحب لان هو هيخيرها بين ان هو يسلمها للبوليس وبين ان هو تتجوزه وحيقول لها شايفة انت سرقاني ازاي طبعا هي هتتفاجئ بالله حصل ولو عايز ان تعرفوا الاحداث الجديدة وهي هتختار ايه بالزبط استنونا في الحلقة اللي جاية واستنوا جميع حلقاتنا في مسلسل الملحمة الكورية حنزل بقية الحلقات والمسلسل ده كمان هنكمله بس يارد تدعمونا بلايقاتكم الجميلة وتعليقاتكم اجمل واشوفكم على خير يا احلى متابعين ترجمة نانسي قنقر